السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى تنزلينا متى تنزلينا ونسيت والله مر الموضوع فقلت خلاص ولا يهمس الحين ما انت جاواء نزلة لانا جاهز هو فكنت انا قائمة ذاك اليوم يمكن الساعة يعني ما اني متصراحة بعد ما راحوا ايالي للمدرسة وطاري علي مرة ان يسوي فلافل او طعمية زي ما يسمونها بعض الناس وسوي معاها خبز وحشيها يعني سويها سندوتشات صغيرة فكنت من الليل مستعدة ومنقع الحمص عدنا ما احب صراحة الفول بالفلافل ما احب احط في فول جربتها قبل وما اعجبتني حسيت انها مرة ثقيلة وحطيتها زي ما انتم شايفين هذي باقي المقادير بصار شوية فصينثوم ملح وشوية باكينج بودر وبهارات وكزبرة ناشفة وطبعا باكدونس ولمسل على محمد وكزبرة خضرة كذا خلطتهم عندي مع ان المحضرة حقتي والله شوي صاير ماتة فرمزين خلاص لازم اغيرها باسرع وقت ممكن يعني طالع شوي خشن الفرم بس قلت يلا ما في مشكلة حتة يعني لجيتي تدورينا الحاجة صراحة ما تلقينها كانت عندي حقة الفلافل بس ما لقيتها اختفت بظروف غامضة كل شي عندي يختفي بظروف غامضة قلت يلا خلينا اجرب ملعقة الاس كريم والله اعطتني نتيجة مرة حلوة حتى اذكر مرة كنت سويتها بالملعقة كذا كورتها يا بنات كورت زي ما انتم شايفين كذا صغيرة يعني بتوسطة لا هي صغيرة ولا هي كبيرة وحطيتها على ورق زبدة عشان بدخلها شوي للفريزر على بال ما اسوي الخبز وطبعا كنت بسوي اكثر من حشوة كنت بسوي حشوة حلوم وبسوي حشوة بيض مسلوق مع جبن فيتا وكنت بسوي بعد لبنة يعني نوعت كذا شوي بالحشوات ببنات ما شاء الله لإله لله مرة مرة طلعت لذيذة لذيذة واول مرة صراحة سوي فلافل يعني اذوق فلافل اكلها وما تكون نتقيلة على يعني المعدة ما كأني اكله وحت الخبز مرة مرة طلع لذيذ ومنفوخ ومشا الله لإله لله مرة ضبط معي يعني انا كم مرة صراحة اجي اسوي خبز ما يضبط ما يتنفخ معاي هالمرة لا طلع مرة مرة يهب المشا الله لإله لله وانتفخت معي الخبزات هذا الفلافل خلاص حين بدخله الفريزر وببدأ أسوي العجينة طبعا العجينة يا بنات مرة ما فيها شيء أبدا غير الخميرة والملح وشوية سكر بس أول شيء نقعت ملعقة خميرة مع كاس موية خلتها لحد ما اختمرت بعدين أضفتها الكاس دقيق أسمار وكاس دقيق أبيض وش اسمم عجنتها عجنتها مار رزين وبعدين كذا برللت يدي بالزيت ويعني كذا منلست العجينة بالزيت وغطيتها وخليتها تقريبا مكان دافئ تقريبا خليتها ممكن نص ساعة أو أكثر شوي وبعدين نفس الشي عاد سويتها يعني كور كورتها وخليتها بعد شوي ترتاح بعدين فردتها يعني صراحة لقيت إن كل شيء مهم عشان الخبز إن حتت طريقة تقليبها بالمقلات لازم يبيلها تقليبة معينة علشان تنتفخ معك إنك أول ما حطها كذا على المقلات أو على الصاج تخلينها شوي بس بعدين تقلبينها بعدين تقلبينها مرة ثانية على الجهة الثانية تقلبينها تقلبينها الحاد ما تنتفخ معاك شوفوا شلوني بنات إن شاء الله انتفخت وطلعت مرة مرة إن شاء الله هتهبل هنا عادقت بعدين بسوريكم واحدة ثانية لأني مرة فرحانة صراحة بالنتيجة طلعت مرة إن شاء الله تهبل ومنفوخة شوفوا شلون طبعا تقدرون تضغطون عليها شوي علشان يتوزع الهواء وتنتفخ بشكل كامل مرة صراحة عجبتني النتيجة إن شاء الله بإذن الله إذا ما نسيت رح أكتب لكم بالمنتدى الوصفة هنا خلاص بعد ما خلصت الخبز قلت خليني عادي الله سوي الفلافل وش اسمه وقليهم كنت ودي حطهم بالقلاية الهوائية بس صراحة يعني تطلع شوي ناشفة فقلت بس يلا ما لي لقليهم بالزيت صراحة مهما كان يعني الفلافل تكون ألذ بالزيت طبعا يكون الزيت حار وغزير علشان تستوي معاك الفلافل مرة طلعت ما شاء الله لونها ذهبي ومرة لذيذة ما شاء الله هنا يا بنات هذه الحشوات اللي جهزتها جهزت البيض حطيت معاه شوي الجبن والحلوم كذا قلبتها شوي على النار وقطع طماط وخيار وهنا عند الحين جاء دور اني أقطع أول شي احترت قلت وشلونة أحشي الخبزة كاملة ولا قطعها نصين لقيت اني أحسن أقسمها من النص وش اسمه وحشيها يعني عرفتوا كذا قسمتها من النص وبعدين قمت حشيها أول حاجة حشيت الفلافل طبعا حطيت كذا حبة فلافل أو تقريبا حبتين يمكن حطيت فلافل وبعدين حطيت معاهم كذا شريحة اخيار شريحة طماطم وحطيت عليها شوية كذا نعناع حبت كذا نعناع صغيرة حطيت عليها رشة طحينة ومرة مرة طلعت يا بنات مرة جنن لازم تجربونا وتقولوا لي رأيكم بالكومنتات طبعا ممكن عند انتم تغيرون شوية على حسب انتم مش تحبون مثلا تحبون تدهنون حمص تحبون تدهنون جبن سايل على حسب رغبتكم بس الطريقة هذه مرة مرة طلعت خفيفة وما تقعد مش الله على المعدة وش اسمه مرة مش الله سهل ولذيذة خلاص هنا عد رشيت عليها شوية الطحينة والله ما صلي على محمد وخلاص بديت اصفها بالصينية شايفين شلون الجمال مرة مرة يا بنات طلعت من شاء الله عليها لله طبعا بحشي معاكم واحدة ثانية نفس الشي حطيت بعد نفس الشي حشيت الفلافل بس قلت هالمرة بقسمهم قسمين يعني بقسم الحبة الفلافل اقسمها نصين حطها كده بالخبزة تطلع يعني تتوزع احسن يعني من اني احط وحدة كاملة وحدة نزل احسن اشتركوا في القناة حيني عاد خلصت حشوة الفلافل بديت اسوي الحشوات الثانية زي مثلا الحلوم حطيت معا كذا شريحة حلوم وحطيت شوية طماطم شوية خيار وبعدين حطيت بعد حطيت حشوة البيض البيض طبعا حبنا سوي البيض مسلوق بعدين كذا قطعة قطعة صغيرة وخلطت معاها شسمة خلطت معاها جبن فيتا وبعدين حطيت عليه شوية رشة فلفل اسود ورشة بابركة ومرة يا بنات طلع مرة رهيب طعمة جربوها وبعد ممكن تحطوني اذا حبيته شطة انا هنا خليت الشطة برا يعني ما حطيتها على طول عشان متر الطبلي كذا الخبز يعني خليتها برا عرفتو ممكن تحطون بعض مسحوق يعني فلا الشسمة الفلفل الاحمر حطوه مسحوق يعطي مرة طعم رهيب هنا بعد سويت وحدة لبنة طبعا اكثر شي انا سويته هو الفلفل يعني لانه هو الطبق الهنا الرئيسي اللي انا كنتم سويتها وهذه الحشوات جانبية كذا شفتو شلون هذا اللبنة خلطت معاها زعتر حطيت معاها شوية زيت زيتون وهنا خلاص خلصت كل الكمية ما شاء الله صفيتها بالصينية طبعا انا كنت بطلع افطر ابروح الروان يعني الصباح اخدت من شاء الله فطوري طبعا كانت الكمية كثيرة خليت للي قاعدين في البيت حطيت لهم كذا بصينية وغلفتها وهذا اخدته معاي ورحت افطارت مع روان اشتركوا في القناة هنا عاد بعد ما خلصنا الفطور عاد بديت ارتب اغراض حمودي علشان اوريكم لكات حقاته يا اهلا وسهلا حين بيوريكم اشتريات روان الحمودي حمودي مزعج مرة يبي يطلع بكل مقطع اشتريات روان المرحلة العمرية من 6 شهور لين 9 شهور طبعا باقيها نواقص يعني بس كات خلينا نوريكم شارككم بمن في ناس كثيرين متحمسين يابون اه يعني ملابس حمودي والاوتفيت حق حمودي قلنا يلا نشارككم اول شي طبعا حمودي مشاء الله صار رجال يحتاج يشرب مو يبكور هادولي من سنتر بوين اخدناها عني افتحها لان خلاص لازم تتعقم شان يبدأ يشرب فيها كم كان السعر مشاء الله مرة جودت حلو ايه صح كان سعره 42 شوف شلون الطريقة جنة هم تابل هي مخصصة لهالعمر ايه من اربع شهور الين سأش الى اين الوين تسع الى فوق ايه بس انها يعني من سن تبدأ من سن اربع شهور مرة حلوة نجيل هادي هادي سلامكم الله سعرات 32 ريال مرة يشا ما يطبعوا كذا شوفوا شلون الطريقة عزابة تحطين داخلها اكل ايه تحطين داخلها تفاحة او تحطين تمرة شوفوا هنا كذا سيليكون بعدين كذا كل قطعة طبعا مرة حلوة للتنظيف تفككين كل القطع كذا تحطين الاكل مثلا تفاحة او برتقال او اي شيء سكرينها كذا فيها فتحات خلص مثلا ماكل سكرينها مرة مرة حبيتها هادي جنن حلوة بالطلعات يعني عشان ما يطبعك طبع ملابسه وكذا جنن فيه هادي هادي بعد حلوة للطلعات لعشك الرضاعة هادي عاد سعرها 32 نفس الشيء له غيار ملعقتين فرش التنظيف زي الرطاعة كذا تضغطينها يطلع الاكل توقع انها يعني معروفة هادي كثير يستخدمونها من زمان بعدين نجح الحيل الملابس الداخلية من سن ست شهور الى تسع شهور هادي بربطوزار ثقيلة برقبة مش الله مرة حلوة من جوا شوفوا زي الفرو دفي يعني بايام البرد شديد هادي من الهرم هادي من هرم المذنب بعد هادي تحلي الريكش من المذنب من الديرة هادي بعد الظاهر صاف هادي نفس الشيء اذكر اني ما اخذتهم شوفوا شلون الفرو مشكلة ما جاء انا بارتي لحين ما شاء الله تجنن تفي من قلب ما شاء الله هذولي اللي برقبة وتقال مرة بعدين هذولي طاقم من آآ ست قطع خمس قطع حزمة من خمس قطع بكم طويل هذولي من نيكست الحزمة كم كان سعره انتو تذكرين توقع مية وشوي كذا سلا مو مية اقال او الاكثر 58 ان شاء الله 58 قريبا ايه ونكست بعد الموقع مرة رخيص راح ارخص كثير من المحل خلاص هذولي بربطوزات لكم طويل هنا سلمكم الله يحتيش هطقهم هذي من الهدايا اللي جاهز هذي كانت جايه هدايا الحمودي وطبعا كان يعني حلو يعني الفكرة دين هما يجيبون لنفس العمر عشان ما تصير الهدايا كثيرة لنفس العمر بعدين ما تستخدمينها هدايا اللي مش الله بعض الناس يجيبون لك مثلا ملابس او كده حق تسع شهور حق السنة هذي من من ستة الى تسع شهور هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث بعدين هذي بعد حزمة ثانية خمس بدونكم اوان زيت عشقين اللون الابيض ما في زي الابيض سبحان الله ما احب ابدا حتى وسونة يعني لاننا بنجفس ما احب كارشتري الا الابيض خلاص نيجي عاد ملابس البيت يلا مجحين ملابس البيت والحاجة هذا هذي جنن ايه روان اشترت كل المراحلة العمرية من هذا الموديل مرة حلو بس صيب كانت تقدرين تلبسينه هذا بالحالة يعني مع ال يعني بربطوز بس هم والله خفيفي جنن خفيف و بنفس بالبرد بلير حتى بالبرد تقدرين يتلبسينه فوقه شي ثاني انا لبس تحت بربطوز طويل و تنهار بغنان مرة تهبل هذي طبعا من اتش ان ديم بس الظاهر فيه بعد نفس الموديل هذا عند نفس هذي اذا شفتوا تختيزات اشتروها كل المقاسة ايه مرة ممتازة جنن القماش مرة حلو ناعم قطن فيه الظاهر واحدة ثانية نفسها هذي اللون البيت افوايت افوايت الافوايت واحدة هذي تختلف شوي صد اي هم ثلاث يعني حزمة تقرين سعرها هذا هو ثلاث الوان هذا الافوايت الفاتح والبيج والبني تقون هم يجون حزمة مع بعض هم عند شون الحزمة تجي الحزمة الثلاثة بربتوزات هذي حزمة الحال والبناطيل تجي حزمة الحال كيدا هم اتشندم متنوع احلام يجي كلهم سوا احلام يجي موصول يغيرون ايه يغيرون نجيل هذول الكاملات اللي بشراب هذول يبعد حزمة دولي ثلاث بربتوزات بشراب هذول من 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 شراء الله مرة حلوات اول عدنا كنت ما اشتري من تحب بس صراحة تغيرت جودة ساكم مش اطفن مو بزي اول اول صراحة مرة مش تغير سبعت عدنا ناس كثير يبون شوي تتمطط انت تغير بتي تتمطط مش هم سين شوى خلاص هنا دول الكاملات ان بتتمطط اثقل 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 شوي هدول بعد حزمة شوفو ثلاث مع بعض هدول من نيكست مرة هدول حلوات قال رمادي فاتح وسكري او فايت وبني لن هدولي نفس الشي هدولي بسحاب مرة حابة تروا علي بسحاب تكون اريح بالتغيير هذولي حزمة بس بدون شراب هذولي من التخفيضات ما شاء الله كله ثلاث كله ثلاث هذولي بستين ريال ما شاء الله حلو والله هذولي بعض من الهدايا هذي وهذي هذولي هدايا هنودا يا أمر الله تسخر جنن هذي نعمة يبي لبرد نيجي عادة الطلعات الخفيفة هذولي إن شاء الله أول مرة تلبسينه كذا ياقة دوالي لهم ياقة وبسحاب وشراب إن شاء الله دي مرة كل المويزات جمعتهم شايفين جنن إن شاء الله واللونين حتى ظهر ما فتكرره وقبض من الملابس اللي راحت حلو اللون ده الأزرق حساب يطلع يجنن عليه هذا إن شاء الله خلاص هذي الطلعات الخفيفة وهذولي بعد نفس الشي هذولي من اتشان ديم قطعتين هذولي هذولي يمكن توقع تنسب حمود يسر عمره 8 شهور كذا القطعتين مرة حلوة هذا عاد لبس الكاشخة الطلعة الرسمية بقلبي بوش ايه حمودي هذة طنطلان كحلي وهذا معها القميص والفنيلة هذي والثانية جنن هذي هذي بعد هدية زرق هدية هم شاء الله جنن هذي مرة حلوة خلاص كذا نكون خلصنا لابس حمودي الحلو طبعا لازم شارك حمودي 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 رضاها لازمها مرة ممتازة وبعدين فيها وضع تسخين يعني ممكن تخلي ان القهوة تصري ما تبين تشربينها الحين تحطينها تخلينا على وضع التسخين مرة مرة ممتازة بس ننتظر انتظر صراحي يصير عليها عروض علشان نشتريها مرة حلوة لحق القهوة يذنات ان شاء الله نشتري زيها بس احتريهم سراح يخفضون عليها شوفوا ما كنا سويت القهوة بس ما كنا نبغان قهوة حطيتها على وضع التسخين كلما بردت القهوة يسخنها والحين خلاص بيسكرها خلاص هنا سكرتها بخليها شوي وبعدين باخدها كده ما رح حطها بالترمس سأوريكم القهوة ما شاء الله جنن مرة معجبتني هد ما كدر حط عليها مرة تعكس يلا حمودي بيختم الفيديو مع السلام يا متابعيني حطوا لايك الجدة حمودي حمودي بس بس